موسيقى مرحبا و اهلا و سهلا بكم اليوم بالكاشفلو فاكتوري باورد باي ايج فاناش الكنسولتنسي معكم عبدالله حرفوش اليوم في موضوع كتير اساسي و كتير مهم بدنا نحكي فيه هو موضوع مش اساسي و مش مهم بس هو موضوع جوهر كتير و كتير مهم ينترح بمجتمعنا بشكل كتير كبير الي هو عنوان هيدا الفيديو ماني از ان عيدية! شو يعني الماني از ايديا او المصاري هي فكرة خلينا اقلكم اجزامبل احنا بنكون قاعدين بين بعضنا تكونوا قاعدين بين بعضكم او تلتقوا بيفانتات و تكونوا عب تتناولوا موضوع كتير مهمة او كلنا بنتناول موضوع كتير واسع و مهمة يلي هي موضوع سياسيه موضوع اجتماعيه موضوع عسكرية موضوع دوليه حتى موضوع اقتصادية معينة بس لما منوصل على موضوع المساري أو المني هون بصير كأنه طابو لأ ما لازم نحكي فيه لأ ما لازم نجيب سيرته لأنه هيدا الشي يعني الشخص إذا حكي فيه بصير مادة أو بصير شخص ما بيهمه إلا المساري وهون بصير لأ لأنه متجنب حد إذا حد حكينا فيه بيقول لك لا 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 ما بيهمني الموضوع هيدا شغلة بالبروغراميج تبعنا موجودة ونحن ورتناها عن أهلنا أو تسعين بالمئة مننا ورتوها عن أهلنا لأنو تسعين بالمئة من العالم هن من الطبقة المتوسطة ومن الطبقة الفقيرة أو من الـ poor minded people يلي بفكروا بطريقة غير كليا عن الـ rich minded people أو الأغنية كيف يعني اليوم رح نحكي rich minded people والـ poor minded people أو average minded people كيف يفكروا من المصاري بالمصاري أو بالمني اليوم الـ poor minded people أو الـ average minded people بيعتبروا أنه المصاري هي شر بيعتبروا أنه إذا بتحكي بالمصاري بتكون أنت مادة بيعتبروا أنه اليوم مهم تاخد الـ education طبعا تخلص مدرسة تخلص جامعة تروح تتوظف وما يهمك المصاري وما بيهمني المصاري وآخر همة وهن أكتر شي بيكونوا عم بنقوا عن وضعهم المادة أنه مش منيح بس شو بدنا نعمل بيحكوا دايما عن أناعة يلي هي مهمة الأناعة بس هون تتناقض مع شي اسمه طموح يعني اليوم الأناعة أنه لا لا خلص بيقولوا لأولادهم أو لحالهم بيقناعوا حالهم أنه لا ما بقى فينا نعمل هالقصص نسوها المواضيع كلها نحنا هاك خلص خلقنا هاك ومنضلنا هاك كل عمرنا موظفين منضلنا موظفين كل عمرنا ما معنا مصاري منضلنا يحوكنا عايشين أهلنا كما كانوا مصاري كانوا رضيانين وآنعين هون بتصير قصة عم بيحدوا طموح ما بيعود أنه واحد عم بيطمح لحتى يطور حاله ماليا أو يوصل لنجاح مالي معين بينما الريتش ماند بيبل أو الأشخاص الأغنية والأشخاص بيفكروا بطريقة مثل الأغنية وهول بيخليهم دايما ينجحوا بيعلموا أولادهم عالطريقة من هيك دايما بيقولوا أنه الغنى بيصير أغنى أو الشخص الغنى بيعلم ابنه سر الغنى أو سر المصاري من هيك ابنه كمان بيطلع ناجح مليا عبيحكي إن جانرال بينما الريتش ماند بيبل بالعكس اليوم هول أشخاص بيجوا بيفكروا بالمصاري بأنها تيكت أو طريقة أو وسيلة لحتى يقدروا يطوروا وضعهم الاجتماعي لحتى يقدروا يساعدوا أشخاص كتير لحتى يقدروا يغيروا بمجتمعهم لحتى يقدروا يستهدفوا أو يوصلوا لأشخاص كتير محرومين أو منهم قادرين تيساعدون حتى يقدروا يسافروا حتى يقدروا ينبسطوا بيقولون المني دازن باي هابينس لا المني دازن باي هابينس المصاري بتخليه الواحد يكون مبسوط محد يقل اليوم إذا قاعدر يسافر كل سنة 3 اك 4 سفرات ما بيكون مبسوط محد يقل لي إذا مقدر ما ينزل عوزيفته من الساعة 8 ل mäلس ساعة 6 ما بيكون مبسوط ما بيكون مرتاح تنكون نحن صريحين مع حالنا بالاول تنكون عم نقول حقيقة لحالنا تنقدر نكون بعدين صريحين مع غينا بس اهم شي نبلش بحالنا من هيك الاشغاص الاغنية بيفكروا انه هيدى وسيلة هيدى تيكت هيدى طريقة لحتى يكونوا مضبطين وضعهم ما بيفكروا فيها على انه شر ما بيفكروا فيها على انه بعبع أو بتخوف مثل ما بيفكروا البول ميندد بيبل بالعكس اوقات قلة المصاري هي اللي بتعمل الشر وقت المصاري بتكون وسيلة نحن ما بنكون مضطرين نكون في شر بالموضوع لما بتكون غاية وهيدى اكتري ات البور ميندد بيبل المصاري بتصير عندن غاية لانو لانو they don't know how to create money ما بيعرفوا كيف يخلقوا مصاري بيصير بدون يقشطوا المصاري لغيرهم و بيصيروا عم بأخواتهم او اهلهم او عائلتهم بيصيروا عم بيتخانقوا معهم علية طيقشتوهم مصريتهم لانو مبيعرفوا او بيكونوا سهرع الكلمة عب ينصبوا على غيرهم او عب يسرقوا غيرهم كرمال لحتى هن يصير معهم مصاري لانو they don't know how to create money They don't know the rule of money. كرميلة يخلقوا مصاري تاني مثل ما بيعملوا rich minded people يلي هن اذا خسروا مصرياتهم الاغنية جيبوا حيالا شخص غني بالعالم حيالا شخص معه مصاري شيلوله كل مصرياتهم ما عنده مشكل بقلك برجع بخلق مصاري من جديد من السفر برجع ببلش من جديد لا لانه بيعرف كيف يخلق لانه عنده financial education ثقافي مليه كتير مهمة واليوم اللي بدي اطلبوا منكم بهدا الفيديو يعملوا اجزرسيس لوحدكم او روحوا حكوه مع حدا من الكابلز طبعكم او رفيقتكم او رفيقكم او اشخاص معكم بالبيت وشوفوا مش عائلتكم اكيد وتراحوا عليهم هيدا السؤال شو حكيوك اهلك عن المصاري اول شي انتو فكروا فيها بعدين تراحوا على غير شو علموك اهلك عن المصاري من انت او صغير وهون بتبلشتوا ايضا هيدا الشخص rich minded people او poor minded people وجربوا حوطوا حالكم بالاشخاص لانه هن الوحيدين اللي قدرين يوصوكن تكونوا مرتحين وتعملوا نجاح مالي نجاح بالانفستمنت نجاح بالبوء بالبزنس نجاح بالانتروبونيرشيب بحيالة شي بوتكم تعملوا بالمستقبل ان شاء الله تكونوا اخدتوا فاليو من هيدا الفيديو ما طولنا عليكن نجاح سجلوا عا هايدي اليوتيوب يلي عم تحضروا عليا الفيديو عبدالله حرفوج www.ahfinancialconsultancy.com to sign up for free لحتى تضلكم دائماً up to date بكل بوست يعنى نوحطه وبكل شي انحطوا على جنب وبكل السوشيل ميديا الفيسبوك وتويتر والإنستغرام واليوتوب شنل سناب شات عبدالله حرفوش رح تشوفو هلأ مثل سلايد بالاخر بيحطى لكم كل المطارح اللى فيكن تابقوا علىى على السوشيل ميديا وعى الويب سايت cashflowfactory.me كتير مهم كمان to sign up for free by email to watch why financial education تدعموا مستقبلكم المادة تحضروا انتروفيوز كتير مهمين عاملينهم مع اهم الانتروبونيرز بلبنان كمان عبينزلوا تدريجيا وتشاك اهم شي الهو تو ماندج يور ماني بروجرام يلي هو حقيقة رح بيكون بداية ترانسفورميشن بروجرام عم نشتغل عليه بشكل كتير كبير لحتى اليوم الاشخاص يلي عبالة عن جد تبلش تغير بحياتها تكون قادرة تستفيد وتكون قادرة تغير الفاليو اللي رح تاخدوه بهايدا البروجرام رح بتكون كتير كبيري والاشخاص اللي رح بيكونوا عب يعطوه رح بيكونوا كتير مهمين رح بتشوفوهن بالكاشفلو فاكتوري دوت ميل اما بتفوتوا بتحضروا لهم الانتروبوز تدريجيا اللي عبينزلوا سين اوب فور فري على المطارح اللي يليكن اياهم تانكيو سو ماتش هف نايس داي باي باي اشتركوا في القناة